محمد صالح العدوي عمرته 27 سنة 37 سنة في الزتون شقر واد العرايس شلحونا عريانين كمان ولا هدمة يعني زي ما جابتنا وإحنا صغال زيك شلحونا وقعد صوتهم يتمسخروا علينا ويتهزعوا علينا ويعزبوا فينا ويرمونا على رأيك ترفع رأسك يخطط الدبشك يخطط أي ايش في ايده بعدين كان معهم زي البشمات في الايد يخطط اتحركت بقولت اه يكهر بك يعني يعني عذاب مع مرات شفناه منوع منوعتي تقوم عن ركبة لازم تعمل ايه بدهم اياه انا قاعدت اعاني يومين كاملات من الوجع ما رضي تعالجني ما رضي قال لي ان شاء الله بتموت ما فيش علاج عنا موت عشان احنا نحصل نجايبينكم تموتوا مش نحنا نجايبينكم نعالجكم نطعميكم ويش الاكل يجيب لك هالجد ساندوش يرميلك يا رمي عليش احنا عصرة يعني بش يعني لقلنا في عماس ولا لقلنا في اي حدا بنادمين اخطنا من دارنا تعذبنا ليش يعني خمسة عشر يوم هدول كلهم دنب لما نقولنا من مكان لمكان تكسرونا تكسيري كسرونا في البصات ما فيش رحمة بقول اي يزيدك ثلاثة ايام يجيك ورا ظهرك ورجليك مربطين رجليك هاي شايف مطرح كيف رجلي من الزرق هادونا مربطين عشان ما تتحركش ولا تقتل اي حركة اسم ابراهيم سبحي ساعد ياسين عمري 27 سنة سكان الزتون انا اخدونا الجيش من قلب دولنا قاعدوا ينادوا علينا في الأسامة وقاعدوا يربطونا في المرابط يومين ضلينا وشلحونا على الينين زي ما جابتها كمة تشلحوه وغميونا واخدونا غاد عالنجا بقولوا قاعدوا يطبوا فينا بوكسان فلما سنة في البصات خشينا قاعدوا يكهربوا فينا وشربونا حبوب هدوسة حبوب هدوسة ومية وشبة ومية وصخة وعكرة ويخبطوا عروسنا يضلهم وفيش من قصة الاكل يدوك سندوشين بس تنهرك عليهم ويضلك تاكل عليهم واني تتكلمت قاعدت تتكلم مع اخوك وياخدوك على السياج ويشبحوا فيك فطبوا فيك قتل يخبطك يجي يعني واحد عالتحقيق هنا وواحد جنبك كل ما تقوليش يجي يخبطك كاف على ساحلك في البستار على وجهك على ظهرك يخبص يبطحك يقود يخبص عليك نما تحكي لما تخش عالتحقيق بربط يديك ووجليك وفي كرسيش في معلق في الهادف محطوط براغي ثلاثلش تتحرك ويجي ويقول لك على التحقيق يقود يحقق معاك مين هدا فلان ومين هدا فلان زي هيك قليت الكهرباء ميجي يرحلنا في البستات يجي يلدعنا يجي يمسكونا خمسة يكتفونا ويقود يلدع فينا من هان ومن هان ومن هان وقعد لقسات وفي الدبشي كلشي في الباس اه صعب كتير على الاخر اه صعب كتير على الاخر ترجمة نانسي قنقر